بالمناسبة يعني صلاح لو كان بيعاني من بعد كاس الأومة الأفريقية وتصفات كاس العالم مع ليفربول وده شكل واضح معاناة نفسية ومعنوية فده عشان خاطرنا عشان خاطر منتخب بلده عشان خاطر له زعلان على منتخب بلده عشان خاطر زعلان على نفسه وعلى مشواره في هذا العام الرائع هو زعلان هو أكثر واحد فينا زعلان بالمناسبة يعني أكثر واحد فينا زعلان من خروجنا من تصفات كاس العالم ومن خروجنا من نهاية كاس الأومة الأفريقية هو محمد صلاح متخيل متخيل محمد صلاح وحجم الإنجازات اللي عملها فردية وجماعية يا فندم ده احنا كنا بنروح كلهم لعبة عظيمة وكبيرة وأسماء كبيرة مرت على تاريخ مصر في أوروبا كبيرة بس يعني بنفرح قوي لو لعب نافس على دوري مش عايزة أقول دوري بعينه عشان ما يتفلمش أنها بتكلم على لعب بعينه بس أي دوري صغير مش دوري انجليزي يعني بينافس مجرد أنه بينافس مجرد أنه بيسجل هدف مجرد أنه بيشارك في مباراة في الدوري تمهيدي في دوري أبطال أوروبا مجرد كنا بنبقى فرحانين وبنتنطط احنا التوقعات بتاعتنا بالنسبة لمحمد صلاح بقت عادية لدرجة أنها من كتر ما بقت عادية بقى ننتقده ونشايفينه وبنقلل منه أحيانا يا سلام يا سلام يقولك أصل تصريحاته اللي قالها أنه يتمنى يلاعب ريال مدير في دوري أبطال أوروبا دي تصريحات غير زكية وتصريحات ما ينفعش تطلع من اللعب المحترف آسف ده هي أصلا التصريحات دي اللي بتطلع من اللعبين المحترفين احنا اللي فهمين غلط في لعبة بالكلام في لعبة بالتصريحات في لعبة بالتصريحات اللي أنا أحاول أهد الخصم أو المنافس اللي هلعبه نفسيا رو معنويا ده لعبة بالتصريحات بيعملوا كل نجوم العالم وكل مدربين العالم بالمناسبة يعني وراجع بقى وهبقى أجيب لكم في الحلقات اللي جاية ياما كريستيانو قالت كلمة دول ياما ميسي قالت كلمة دول وياما مورينيو قالت ألف كلمة من دول وياما بيب جورديولا رمى كلام ويب جارديولا من كام يوم إفرا وبرباتوف لعبة مانشستر ونايتد ده بالشيء يسكر يعني تلعى وقاله أنه مانشستر سيتي ما عنده شخصية فرحبيب جارديولا تلعى في المؤتمر الصحفي قال أنا لما لعبتهم الاتنين دول لعبة مانشستر ونايتد برباتوف وباترس إفرا قال لما لعبتهم في دورة أبطال أوروبا لما كان مدرب برشلونا ما شفتش الشخصية دي عنده عادي كلام رايح وجاي كلام رايح وجاي بتحصل إحنا هنا عشان وصلنا لمرحلة إيه هقول لك أنا بقى بصراحة شديدة يلا فرصة والواحد المتحمس كده وفرحان باللقطة دي يتكلم بالصراحة الشديدة إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا كلنا بدون استثناء بقينا نخايفين نقول رأي عادي وطبيعي كلنا تيجي تتكلم مع واحد يقولك إيه يعني مثلا طلعت النهاردة قلت الأهلي هيكسب دور أبطال أفريقيا إن شاء الله يقولك إيه الحق ده يا هلاوي ليه يا عم؟ بيمثل مصر لما أقولك إنه الزمالك مع فريرا هيعمل أداء كويس الفترة اللي جاية إلحق نعملي السابورت في فريرا ومش بيعمل كده مع مسماني تيجي تتكلم عن الإسماعيلي تقول الإسماعيلي دلوقتي في مرحلة صعبة جدا أنت بتوقع الإسماعيلي دلوقتي في مرحلة صعبة مثلا فبقى الكلام طول الوقت بالنسبة لنا في الكورة في حساسية طول الوقت في حساسية ما نتكلم بصراحة ونتكلم بوضوح بدل التربص في كل كلمة وكل حرف أنت بتقوله عشان كده لما صلاح قالك كلمتين دول بقى خارج عادتنا الرياضية خب بالك من لفظ بقى خارج عادتنا الرياضية إحنا ما نعرفش نقولك كلمتين دول لأ هتطلع تقول أتمنى واجه ريال مدريد أنت بتقلم من ريال مدريد أنت بتصغل من ريال مدريد عادي ده بيحصل في أوروبا لعبة الماين جيم ده أصلا موجود في العالم كله في الكورة تحديدا في اللعبة نفسها إحنا منلعب عارف أنت لما تلعب مع واحد بلايستيشن تقول له إيه قبل أن تلعبه هكسبك هكسبك سبعة بتعد لحد كام لعبة لعبة بنقول بها تصريحات بتتوقع اللي جنبك بتقلل من المنافس عشان تهده نفسيا ومع نويا عادي إحنا بس اللي بقينا حساسين قوي حساسين قوي إحنا منتكلم في الكورة إلحق ده قال حاجة بتعمل تعصب إلحق ده قال حاجة بتعمل مشكلة إلحق ده قال حاجة بتعمل أزمة سيمي لي يتكلم يتكلم حانا نتكلم في الكورة وحانا نتكلم في إيه كورة يعني يتكلم في الكورة فانتكلم وإحنا براحضنا ما فيهاش مشكلة يعني الكلام في الكورة فعلا ما gun行لش أزمة فيه كلام طبعا ممكن يعمل أزمة بس في الكورة ما بيعملش أزمة فخلوها كده الراجل لما اتكلم بطريقة زي ما قلت لك كده هو الكلام خارج عدتنا دلوقتي عدتنا الرياضية في الكلام في الكورة ما بيناش نعرف نقول الكلمتين دول عشان انت على طول بقيت حساس إلحق فلان قال كذا وإلحق فلان قال كذا يا رب يوفق صلاح يا رب يلعب الفاينال بإذن الله يبقى كامل صحيا كامل هو واضح انه كان عنده حاجة في العضلات تقريبا العضل الأمية والعضلات ضمة ليفربول ما طلعش حاجة واضحة بهذه الإصابة بس ان شاء الله يبقى موجود في الفاينال قدام نيال مدريد ويكسب دوري أبطال أوروبا للمرة التانية في تاريخه عندها لقى مصر يا جماعة بينافس على انهاء دوري أبطال أوروبا للمرة التانية هو طبعا ده التالت فاينال مع ليفربول بس بينافس على البطولة للمرة التانية ممكن ياخد البطولة للمرة التانية انت متخيل يا مؤمن متخيل يا نهرب يض ده أكتر من أحلامنا رجل ده حقق اللي هو أكتر من أحلامنا محمد صلاح محمد صلاح الاسم العظيم ده خدوا بالكوا يا جماعة خدوا بالكوا ان احنا مش بيجينا كل يوم محمد صلاح عد حاجاتك مش كل يوم بيجينا محمد صلاح كلهم لعبة كبيرة وعظيمة في تاريخ مصر وأسماعها محترمة جدا وقدوا وكتهدوا وساعدوا منتقى مصر وكل الفرق اللي هي أبو ليها بس محمد صلاح لا النموذج ده مش بس مجرد لعب كورة احنا منفاش تعلم مع محمد صلاح انهم جرد لعب كورة لا ده أثر في أطفال قد ايه في الشباب قد ايه بقى نموذج وحلم لشباب قد ايه الراجل اللي جاي من نجريج اللي بقى موجود دلوقتي اسمه أبرز اسم في العالم ده مش بيخلي عند الشباب كلهم طموح عظيم مواضيع زي زيه 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 بيقولوا كده شرب من الها زيه زيه عادي كلنا نقدر فنموذج مثال نقعد احنا نجرح وانشغبط وانزع واكن اي حد لازم هتقول لي يعني هو ايه يعني خارج الانتقاد والهجوم ومش عارف ايه هو مين لا طبعا اي شخص في الكون بينتقد عادي بس لازم تقدر قيمة محمد صلاح لازم عشان لما يبقى بكرة في واحد تموحه يبقى محمد صلاح ما يقولش يعني هنا لو بقيت محمد صلاح يعني الناس هتقول عليه ما هتقول عليه ما هتقول عليه ما قاله محمد صلاح مش عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه لا اده المثل ان الراجل ده اللي بيشرف بلده اللي بيرفع رأسنا للسماء هنحطه فوق الراس طول الوقت عشان حد غيره شايفه لما يعمل كده يبقى عارف انه هيتحط فوق الراس وهيرفع رأبينا ونفضل نشجع ونهتف باسمه